اشتركوا في القناة دخن عليها تنجلي لا اعرف ما السر الذي كان يجعلنا نعتقد ان التدخين يهدئ العصاب فكلما شاهدت رجلا اخرجوه من مشاجر محاولين تهدئته شاهدت المشهد التالي شخصا يضيفه سيجارة ويقول له اي روئنا مع الليم وبالطبع فان هذا السر ما زال دارجا الى الان وما زال بالنسبة الي سرا كما ان مقول الدخن عليها تنجلي ما زالت سرا ايضا بالنسبة الي لم احصل على اي معلومات تؤكد ان النيكوتين يهدئ العصاب مثلا او يجلي عن الانسان الهموم والكروب فقد كنت في الصف التاسع عندما تعلمت على التدخين النظامي اي سحب نفس الدخان الى داخل الصدر وقد علمني على ذلك ابن عمتي مصطفى صديقي وزميلي في العمل عند والدي في مستودع الادوية بحلب ورفيق السوء في اوقات الفراغ كان والدي مصابا بمرض تحسسيا في صدره وكانت رائحة الدخان تزعجه وكذلك انواع اخرى من الروائح كالاطور ولم يكن العمال يدخنون في الصالون الكبير بل كانوا يدخلون الى الغرف الخلفية التي نضع فيها عادة الاكسسوارات وادوات التجميل والقطن والميكروكروم والكحول الطبي وذات يوم كنا شلة من العمال الصيفيين في المستودع انا ومصطفى وحمود ابن حارتنا صلاح الدين وضيفنا صلاح ابن بنت عمتي القادم من الدرباسية كنا في سن المراهقة وكان صلاح من الشباب الذين على كيف كيفك فالمراهق الدرباسي بوزن الرجل الراشد في المدن الكبرى على كل المستويات فهو يدخن منذ نعومة اظفاره في بلدة الدرباسية يمكن لمن هم في سن العاشرة التدخين على من تلك الايام بل كان الاهل يصورونهم وهم في سن الثالثة والسيجارة في افواههم حتى ان ابن خالتي سيدو في بلدة سريكانية او رأس العين بدأ بالتدخين في سن العاشرة تقريبا فهناك في الجزيرة يرمي لك الكبار السيجارة ويتابعون احاديثهم عن الموسم وكردستان وثورة الملة مصطفى وجمهورية مهاباد وقاضي محمد بشكل اعتيادي ومن هذه الاجواء الرجلية البحثة قدم صلاحه الينا او ابو علي كما كان يكن لم يكن ابي لا يشك للحظة واحدة بانني ادخن فقد كنت اخفي ذلك بشكل متقن عندما كنت اعود الى البيت من حفلة تدخين باكيت كامل من ماركت الناعورة الرخيص في البرية بان امسح كفي وفمي بقشور البرتقال لتزور رائحة الدخان الفاضحة وذلك بناء على نصيحة من مدخن مخضرم سبقني بسنوات وحدث واننا كنا جالسين في غرفة الاكسسوارات وادوات التجميل نستريح من عناء العمل ونشرب الشاي وندخن نعم ندخن يا ابو شريك مصطفى وانا وحمودة وصلاحه صلاحه كان اصغرنا يقف امام باب الغرفة كحارس متقدم بينما كان حمودة يقف بجانبه كحارس ثاني يتناوب معه على ذلك في حين كنا نحن المعلمين يعني ابو الصيف وانا ندخن ونشرب الشاي باسترخاء كامل نظرا لان ظهورنا محمية بشكل ممتاز وكنت اردد مقولة سمعتها وهي الدنيا بلى شراب خراب ولا اعرف لماذا كانوا يشملون التدخين ضمن الشراب حتى اننا كنا نقول عن المدخن انه بيشرب سيجارات وفي از شربنا للسيجارات دخل والدي دون ان يلمحه الحارس الاول ابو علي او صلاحه وكانت السيجارة التمع في يده عندما جاءه كف مثل فراء الوالدين من يد والدي المباركة تحطم كبرياء ابو علي لكنه ما كان ليجرؤ على الرد على خاله العصبي او والدي وفي اللحظة التي خلع فيها صلاح الكف كان حمودة يحاول تخلص من سيجارته لكن هي هات فالكف الذي من نوع سبق السيف العذل الشهير كان قد دهم وجهه ببراعة لا متناهية وبالطبع فقد احسسنا نحن المعلمين بالخطر الداهم لكننا لم نتحرك من على الكراتين التي كنا نجلس عليها تابعت سحب النفس وانا انظر الى والدي وسحقت السيجارة بقدمي وانا انفث الدخام من فمي الى الخارج وكذلك فعل مصطفى ودخل الشك الى قلب والدي هل كنت ادخن ام لا كانت الصفعتان اللتان قد كالهما لصلاح وحمود قد انهيتا مرحلة الضرب العشوائي عنده لذلك لم يضربنا انا والصطيف بل اقتادنا جميعا الى الصالون حتى يتأكد تماما اننا كنا ندخن وبدأ التحقيق وكنا واثقين بان صلاح لن يشي بنا فهو من الدرباسية وفتيان الدرباسية رجال قبل الاوان التهمة كانت مثبتة على مصطفى من قبل هذه اللحظة لكنها لم تكن لتحوم حولي ولو مجرد حوامان كنت بريئا منها وبعيدا عنها مع انني كنت اسرق باكيتات لكنت من امي في الشهر اكثر من خمس مرات هذا عدا سرقة السجائر الفرط من باكيتاتها يوميا الا ان دخاني لحظات الثراء كان السيجار الاكثر مبيعا في العالم مارل بورو او تعالى الى حيث النكهة تعالى الى وينستون وبالتأكيد فقد مررت بتجربة الحمراء الاصيرة والشرق وغرناطة والناعورة والفرات المهم ان التحقيق بدأ يا صلاح هل كان لقمان يدخن؟ سأل والدي لا قال صلاح بثقة رجولية لوالدي كما لو انه صديقه الشخصي رغم ان اثار الصفعة كانت لا تزال مطبوعة على وجهه كرر والدي السؤال واعاد صلاح نفس الجواب شد والدي صلاح من قميصه عساه يسحب منه الاعتراف تحت التعذيب لكن صلاح لم يعترف ورد بشمم واباء بالانكار امسك والدي صلاح من قميصه بقوة اكثر بيده اليسرى وبيده اليوم نتناول الالة الحديدية الثقيلة التي كنا نربط بها الطرود بواسط الكبس الحراري ورفع الوالد يده التي تحمل الالة الحديدية كما لو انه سينهال بها على رأس صلاحه فسارع صلاحه الى الاعتراف كان يدخن نعم كان يدخن اعترف البطل افشى بالسر المقدس وبناء عليه فقد حاولت ان اهرب تحت شعار لي بيحب النبي يخلي لكن هيهات فقد كنا محاصرين يا ابو شري وانهالت الكفوف خط اشواء علينا والرفسات في حفلة تأديب علنية جماعية من قبل عدو الدخان الاول والدي العزيز وبعدها خرجنا اربعتنا مطرودين مزلين مهانين من المستودع ماشينا في شوارع مركز المدينة حزانة ذليلين وصلنا الى مدخل سينمار ريو حيث بائع السجائر الفرط في شارع بارون اشترينا سيجارة سيجارة على الماشي ولا علي مصطفى سيجارة قائلا دخن عليها تنجلي فسحبت نفسا وقلت له ايه الدنيا بلا شراب خراب كنتو عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي كنتو عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سوريالي